موسيقى سايدي قطعة من قلبي البنت دي مش بنتي اه وهي انا جدتها لكن انا كنت بعتبر نفسي امها كنت بحكي لها كل يوم القصص وباخد بالي منها هو لو بتقول عليه اب ساي هل عرفته هو وصل اللي هو في ده ليه الليل نهار شغال واجتماعات وشغل على الحاسوب وعالموبايل علشان خطر ايه عشان ما يحرمهاش من حاجة بتروح لجراجاته بتقول له ارجوك اعمل اي حاجة ورجعها لي تاني انا ممكن اموت علشانها قال لها ما تقلقيش انا عارف ارجع سايي ازاي خارج امانو بيقابل رماي وبيقول لها انتو تعرفوا ايه اللي انتو عملتو ده واللي اختك عملته خلت العيلة دي كلها تعيسة قالت له انت ما شفتش لما اخوك بعت عمي وعمتي للسجن شوف هو عمل فيهم ايه انت حتى ما سألتش بالتليفون واللي اتنين كانوا بارئين وهي دلوقتي افضل مع امها قال له انتش عرفك امها دي ايه انت تعرفي حاجة عنها وعلى فكرة ساي عمرها ورضو انا مع اختي وهدعمها حتى لو كانت غلط اشكى قعدة مع ساي وبتوريها حاجتها اللي هي جابتها له والقوضة اللي عملتها لها واللعب اللي موجودة والدمة وبصي الفستين وبصي الدولاب مليان فستين علشانك كل ده علشان خطر عزيزتي سايي وبصي انا عملت لك الفستين دي كمان راكي القوضة دي اقاملت علشان خطر مي فقالت لها علشان خطر سايي قالت لو الفستين دي سممتها مخصوص علشانك انت وهنلعب ألعاب كتيرة مع بعض مالك قوليلي في ايه صح انت كلتي ولا لأ خلاص لو مش عايزة نلعب بالألعاب بص الأكل ده كله علشانك بيزا وبورجر وعملتلك كل حاجة انت بتحبيها وكمان الشوكولاتة السويسرية بيدخل قرش وبيقولها ان البنت عاملة زي أهلها مش متعودة على الهاجات القيمة دي فقالت له انا هيخد بالي من بنتي وهخليها تبقى زي بالزبط ما تقلقش فبيقولها يلا علشان احنا عندنا حفلة علشان السايد سابرويل اخد العرض من رجد ودهولي انا فقالت له ايوة بس السايد النهاردة اول يوم لها فمش هينفع ان انا ايجي قال لا خلاص مفيش مشكلة بس سابرويل ممكن يدي الاعلان ده لحد تاني غيرك سايتها ما تزعليش قالت له لا خلاص عندك حق انا هيجي معيك وسابيت ساي وراحت عشان تجاهز نفسها سابي اعدم ع نفسها وبتأكلت شوكولات بتدخل عليها ايشة وبتقول لها انا عارفة ان انت مفتقدة ساي بس هي خلاص مع مامتها فبتقول لها تفتكري اللي انا عملته ده صحة ولا غلط لكن رمي مش بتتفع عن والدة ساي وبتقول ان هي ممثلة كبيرة وان كل اللي كانت بتعمله ده كان مصطنع ايش قالت لها مدام انت ما تعرفيهاش يبقى ما ينفعش ان انت تحكمي عليها بالشكل ده فبتقول لها سافي انا مش عارفة اذا كان صحة ولا لأ ومعرفش حتى هي جات للمستشفى ولا لأ لكن انا قلقان عليها بس اكيد هي مع مامتها بتلعب ومبسوطة فبتقول لها لو قلقان عليها اتصل بيها قلت لها لأ مش هينفع خليها اكيد مع مامتها بيرن الجرس بتاع الباب وبتفتح وبتلاقي شاشنك اللي بيدخل وبيعتذر لسافي وبيقول لها قصد انت يوم الخطبة مجيتيش للصالة وتوترت انا وامي من بعد كل اللي حصل واي حد مكانك انها يتوتر كده لكن سافي بتقوله ان انا لو مكانك ما كنتش هعمل كده ابدا ولا كنت هسيب ايدك ابدا تحت اي ظرف من الظروف لكن انت ما فكرتش غير في نفسك وبس وانا كنت هقوم باكبر غلط في حياتي ان انا اتجوزك مسكت ايده وخرجته برا اول ما بيشوف رجاد بيقوله سيد رجاد انا عملت زي ما انت قلتلي وجيت اعتذر لها لكن ما فيش فايدة فقال له انت ناجيت والافضل لانك انت ما تتجوزهاش لكن سافي فهمت كل حاجة وقالت انا ما شفتش احقر منك انتو الاتنين انت بتشتري بالفلوس وانت مستعدة تعمل اي حاجة علشان خطر الفلوس انتو الاتنين حقروا قال لها لو كان عندك عقل وكنت عايزة تفهمي كنت فهمت الموضوع كله قالت له النساي طفلة بريئة ما كانش ينفع قبدا اني هي تعيش مع رجل زيه واني هي فهمت دخلت عليهم وقالت لهم شفتوا لسا عاوزني اني اتجوز شاشنك كويس ان انا ما اتجوزتهوش اعدت رجعت في قدي تساي وبيفتكر لما اشكى دخلت علي وهو قال لها انه مش هينفع يعمل لها الرحلة اللي هو كان وعيدها بيها لانه هو ظروفه تغيرت وانه هو هياخدها ويتجاول بيها في اماكن تانية كتير لكن اشكى مش عجبها ابدا وبتقوله ان هي مش بتحبه فبيقولها ازاي تم زواجنا واحنا متجوزين ومعانا ساي بنت صغيرة عندها ستة شهور وحياتنا مستقرة واحنا من الطبقة المتوسطة والجواز بالنسبة لنا حاجة كبيرة قالت له انا تفكيري مش صغير ولا من الطبقة المتوسطة زيك انا عايزة عايش حياتي وبعدين انا مش بحبك انا بحبه واحد تاني وعايزة افضل معاه وانا مضيت على اوراق الطلاق امدي عليها وابعت هالي ومشيت وثبته بيتصل بالمحامي وبيقول انه مستعد لأي هجوم وجاهز لأي شي اشكى جاهزت نفسها على اتم واجه وطبعا شايفة نفسها كلها على بعضها حلوة جدا بيدخل عليها قرشو بيقول طبعا اختيارها مميز لان هي مميزة وانا حررتها من حبس زوجها الفاشل وخليتها معي وبيقول لها ان بكرة اخر جلسة استمع لطلاقة وبعد كده هتكون ليه للأبد بتدخل عليهم سايب وتقول انها عايزة تروح لبابا فبيقولها زي ما انت مميزة عند ماما وانت مميزة عندي انا كمان اشكى بتقولها ان هي لازم تاكل اكلها وان هي خرجها وهترجع لها على طول وبتنبه الديدة علشانها وبتقول لها اكلها وديها دويها وخليكي معا وخدي بالك منها بتاخدها بالفعل الديدة وبتقول لها تعالي عشان ناكل رومي وامانت خبطوا في بعضه وتليفوناتهم وقعت وتبدلت مع بعض ورومي روحت على الجيم لكن بيكون تقفل لكي وهو خارج بيقوله ما فيهش حاجة لو فتحته لها نص ساعة بل من تتخلص ترويق الجيم فبيقوله خلاص ماشي بس نص ساعة وبس وبيقولها لكي انه هو اسف جدا على كل اللي حصل بس هو مش مسؤول عن اللي اخوه بيعمله وهو مش جزء من الشجار ده فبتقوله انت فعلا عندك حق اللي انت عارفاني دايما بساعد الناس فقالت له فعلا عندك حق بيدخل وراه وبيصورها وهي بتغير هدومها لكن امان بيضربه وبيخد منه التليفون وبيزعله بيقوله انت ازاي تصورها وهي بتغير بتخرج رومي بسرعة وبتقول ايه اللي بيحصل فيه ايه فبيقوله بيقولها انه كان بيصورها وهي بتغير هدومها لكن هو طبعا بينكر فبيمسك التليفون وبيشوفه لكن بيلاقي مساح الفيديو لكن رومي مش بتصدق امان وبتقوله ان لكي شخص كويس جدا فبتقوله انت ايه اللي جابك ورايا فبيقولها تبدلت تليفوناتنا وانا جيت عشان اخد تليفوني وديكي تليفوني قالت له خلاص انا خدتي تليفوني وانا حمشي خالص وبتكون متضايقة جدا سافي مش عارفت نيه وقال ايه على ساي ونفسات تطمن عليها وبتتكلم سافي مع المربية بتاعتها على عمتها الملاك ولي هي سافي وبتقولها مين عمتك الملاك هي موجودة في القصص كده زي سندريلا قالت لها لأ هي موجودة بجد وهي سكنة عندنا قدامنا فبتقولها طيب اخليها تكلمك فبالفعل بتتصل بيها وبتقول لها عام لا ايه وقال لي مسحيك لحد دلوقتي وفين ماما قالت لها ماما روح تليح فلا قالت لها روح تليح فلا وثابتك كلمت المربية بتاعتها وقالت لها ان هي تعتني بها كويس جدا واهم حاجة ان هي تاخد بالها منها علشان هي لسه ما خفتش تماما فبتقولها ان هي مش عايزة تنام ومش عارفة تعمل لها ايه فبتقولها طيب كلميني فيديو وقالت لها خليه سايد تكون عاملة زي السوشي ووريتها تعمل كده ازاي وبدأت تحكي لها قصة عن الحاجات اللي هم بيأمنوا بيها وان كان فيه شخص عنده امين ام ربته وام خلفته والام اللي ربته كان بيحبها جدا وبعدها بالفعل ساي نامت فقالت لها تسبحها على خير وقفلت وفضلت قلقنا على ساي بيدخل لك وهو متعصب جدا وبتسأله والدته في ايه وإلا حصل قال لهم امين ده ربني رفع ايده علي فجي فعلا رجعته بيقوله إلا حصل قال له ان هما كانوا في الصلاة الرياضية وحتى مش عارفوا عمل كده ليه بيجي امان من وراه بيقوله انت بتجذب ليه ما تقول انت عملت ايه فرجات بيزعلهم ان هما الاتنين بيتخنقوا والبيت بيمر بالظروف دي فقال لي امان ايه اللي حصل بالزبط اتصلت سافي بأشكة وبتقولها سيدة أشكة انا كنت قلقانة على ساي وكلمتها وبعدين عرفت منها ان انت في حفلة وكنت عايزة عارف انت هترجاعي امتى لكن أشكة بتضايق جدا وبتكتم الصوت وبتقول لها قرشها مش من حق اني تسألت سؤال زي ده فبيقول لها قولي لها ان انا والدتي تعبنة وان احنا رحين نشوفها في المستشفى فقالت له ليه قالها هنحتاجها بعد كده أشكة عملت زي بالزبط اللي قالها عليه قرش فقالت له هرجع بسرعة علشان خاطر بنتي ما تقلقيش سافي مبسوطة ان هي اتصلت بأشكة واستفهمت منها لان هي كانت ظلمها رجات بيدرب لكي لانه هو صدق امان وكذب لكي لانه عارفه كويس وبيقوله حتى هي حبيبته لسابقة او لأ ماينفعش انك انت تهين احترام بنتي بالشكل ده عندك اختين كنت هتعمل ايه لو في حد فيهم عمل كده جايد رابه تاني لكي اعتذر لكي على اللي هو عمله وطبعا كل بقى ارفاب منه لانه هو بقى بني قدم مؤرف جدا ساحة اشكة وبتطلب القهوة بتاعتها وبتلاقي قرش داخل عليها مع فطار ومع القهوة بتاعتها وبتقوله انت مالك عامل زيه المحب كده ليه فكرتني بزمين قالها لانه النهاردة جلست الاستماع علشان خاطر طلائق وبعدين انا عاوزها ساي تيجي معنا فبتسأله ليه دي طفلة قالها عايز رجعت يشوف قد ايه هي متعلقة بيك انا عايز احطه في منطقة الجزاء عايزه يخسر كل حاجة وقرش بيعمل كل ده عشان مصلحته وبيقول كده من نفسه اخدت زوجته منه قبل كده وحاخد بنته منه كمان وبيقولها يلا مستنيك يا وعايز اكتجهزي بقى بها صورة عنده معايدة انه اللي رايح يعمل حاجة بيأكل زبادي بالسكر وده بيبقى فال كويس جدا وبتعمل كده معاه وبعدين بتقوله رخوت بركة من ربنا فبيقول لها انا زعلان علشان خطر اللي بيحصل لي ده كله فبتقوله انه كل اللي بيحصل لنا دوت من ربنا اختبار واكيد هنعرف امته بعد كده وبتقوله انه هي رايحة معاه لشان خطر تشوف ساي وتأكلها بأديها فبيقول لها ما تقلقيش قالت له اشكى خدتها معاها وانا قلبي مش مرتاح اكلت ولا ما اكلتش فقال لها انا وعدتك ان انا هرجع ساي وهرجعها ومن ساعة ما تولدت وهي بقت جزء مني وجزء من البيت ومن العيلة كلها واحنا كلنا ممكن نضحي بحياتنا علشانها وهرجعها